موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للده رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده فيقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصده جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية من يشاقق الرسول أن يخالف ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاءه من الحق عن ربه في القرآن أو في السمة من بعض ما وضح له الحق بالمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم نتبعه لا لأنه قال اتبعوني من بعض الزعماء نتحق على الناس اتبعوا ويحقق فيها المغرامة ويستعبدهم لا إنما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزات منها وعظمها القرآن التي تذل على أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى فالإنسان عندما يعرف ذلك ثم ينشق عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبيضناه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين المؤمنين بالله والرسول جماعة هؤلاء الجماعة ينهجون نهجا هو طاعة الله والرسول في مجتمعهم مع أزواجهم مع أهديهم في أخذهم في عطائهم في سلوكهم هؤلاء المؤمنون الذي يشاخخ الله والرسول ولا يتبع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يشق عنهم يسير في طريق غير طريقهم وعبر بالشاخخ لأنه كأنه أحدث شقا بينه وبين المؤمنين فليس هو من المؤمنين وما تكون نتيجته في الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى نوله ما تولى يعني نعطيه ونمده في الطريق الذي تولى فيه مثل بعض الملاحدة بعض الذين يزعمون أنهم لا دين لهم ينزعجون من الإسلام لأنه الإسلام يمنعهم من التسلط يمنعهم من أكل المال بالباطل يمنعهم من العدوان على الأعراض وهم لا يريدون أن يتركوا التسلط على الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أشخاصهم فلذلك لا يحبون الإسلام ويتظاهرون بأنهم لا يريدونه أو يعني يصرحون بأنهم لا يريدون الإسلام كما يحصل في بعض الدول مع الأسف التي يعني يعتبر الناس أنهم مؤمنون وإذا بيهم لا يرضون حكم الله ينزعجون من حكم الله بدون حكم عبد الله يكفينا ما رأيناه من حكم العبيد المخلوقات الذين أوجعوا ظهورنا وظهور شبابنا ضربا وجلدا وقتلا وثنكينا هذا هو حكم الطاغوت وليازه الله تعالى فهذا الذي ينشق عن أمر الله ما في غير يطاعد الله يطاعد الشيط الشيطين الإنس فإذا انشق عن المسلمين وعن المؤمنين فيوليه الله ما تولى بجوز يتحقق شيء من مصالح الدنيوية ولكن في الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيرا ساء المصير الذي يصير إليه في النار المحرقة وليازه الله تعالى ثم يبين الله تبارك وتعالى بوضوح أن هذا الذي يستحل طاعة غير الله ويشق عن جماعة المؤمنين هو مشرك لأنه أشرك مع الله طاعة غيره مع المشرك أنه يطيع الله في بعض الأمور ويطيع غيره في بعض الأمور بعض المسلمين يظن نفسه مسلم يطيع الله في الصلاة ثم لا يطيع الله في شؤون الحكم والله تبارك وتعالى يقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولاك هم الكافرون أفغير دين الله يبغون بدل الدين آخر مجدوب من الشرق أو الغرب هذا الدين فهذا الذي يريد دين آخر يطيعه ما يزعم أنه يطيع الله هذا معنى الشرك يشرك مع الله طاعة العبيد فيقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المؤمن بشر وقد تزل قدمه قد يشرب الخمر قد يفعل كذا وكذا ولكنه يعتقد أن هذا الفعل خطأ وهو مخالف لأمر الله وهو محرم ويحاول أن يضبط نفسه حتى لا يقع في مثل هذا الجرم مرة ثانية فهذا تقبل طلبته كما مر معنا في التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعني الجهالة أي لا يستشعر عظمة الله فيجهل عظمة الله فيقع بالاسم ويخالفه ويذكر أن الله بعض الناس يا إخواني عندما يطيعون المخلوق من هؤلاء المتصلفين الذين صنعوا في الحياة البوريس السري البوريس السري الأصل أن يقبض على المجرمين ولكن أصبح البوريس السري في العصر الحاضر هو عبارة عن مجموعات يسمونها الأمن وهي ليست الأمن إنما هي أمن الحاكم فإذا تكلم الواحد بكلمة تخالف أمر فرعون يستخجله ويسمونه أمن هذا ما فيه أمن بالعكس ما بقى فيه أمن لواحد عندما يتكلم يا ثرى هذا الكلام يرضى عنه الإله البشري ولما يرضى ما يعرف فيقع في العزاب النفسي والجسمي ربما يكون هذا فإذن الذي يستحل طاعة غير الله مع الله أو بدون الله فقد أشرك فذنبه هذا يسميه العلماء الذنب الذي لا يغفر من أين أخذ هذا المعنى من القوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر بدون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله أي يشرك مع الله غيره اعتقادا بأنه فلان يستحق الطاعة أو الصنم الفلان يستحق التقديس أو الشعار فلان يستحق التقديس نقف أمامه كل يوم صباحا كذا وكذا فهذا جعل غير الله بمنزلت الله فأشرك بالله تبارك وتعالى ويشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا اتعد عن طريق الهدى ابتعاذا كبيرا جدا ولم يجد الخير فعقوبة الإشراك بالله إشراك برموبيته أو إشراك في أولويته الخلود الأبدي في جهنم أما عقوبة العاصي يسجل عليه الزمن فإن تاب منه قبل الموت توبة النصوحة محى الله عنه هذا الزمن وإن لم يتوب غفل عن التوبة ومات وهو يعتقد أنه ارتكب المحرم فهذا أمره إلى الله إن شاء عذبه ثم أخرجه إلى الجنة وإن شاء عفى عنه أما الذي يشرك بالله لا يمكن أن يعفى عنه ولهذا أيها الإخوة من استحل طاعة طاغوت وخاض في دماء المسلمين من أجل عيون هذا الطاغوت هذا البشر حتى يرضى عنه أو حتى يعطيه مال أو حتى أو حتى فهذا قد أشركه مع الله فهو مشرك إذا مات مات على الكفر لا يحصل الدنيا ولا يحصل الآخرة فلينتبه إلى ذلك وليجدد إيمانه ما يكفي بس يتوقف عن قتل الناس عن مؤازرة الطغيان لا عليه أن يجدد إيمانه واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا طاعة ولا عبودية إلا لله فيدخل في الإسلام من جديد وهناك حديث يشير إلى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يأتيكم أمراء يفعلون ما لا يؤمرون يعني الأمر الله فيما بنفسه ويقولون ما لا يعملون قلوا الأخيون نحن جيدين وكذا أنه قتلوا الناس ويقولون ما لا يعملون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه يبين الحق يا أخي بإن حريدنا ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه يعني ما استطاعف تحت المخوفان ولكن قلبه لا يرضى عن هذا الطغيان ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك إيمان فلنكون بهذا الشكل يجددوا إيمان ويدخلوا في الإسلام الجديد ويصليوا بخشوع لله قائلين الله أكبر لو كانوا يفهموا معنى كلمة الله أكبر ما كبروا المخلوق وعظموه بجانب الخالق خالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى عما يشركون الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر